أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبداللطيف أن مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف التابع للهيئة نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق وفقاً لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة جاء ذلك خلال احتفالية إنجاز وتصنيع عشرة قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو من إنتاج مصنع سيماف في إطار تنفيذ توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي لأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة احتفلت الهيئة العربية للتصنيع بإنجاز وتصنيع عشرة قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو من إنتاج مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف التابع للهيئة وذلك بالتعاون مع شركة هينداي رتم الكورية الجنوبية بدأت الهيئة العربية للتصنيع من حوالي 3 سنين تطوير مصنع سيماف شكلاً وموضوعاً طورت البنية التحتية وجميع المرافق تم رقمنة المصنع بالكامل تم استحداث أحدث الماكينات التي تساعد في العملية الإنتاجية في مصنع سيماف نثمن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لأنها تمتاز بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة ونحن نتطلع لاستمرار التعاون المشترك في مجالات تصنيعية متطورة بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتقدمة والكفاءات البشرية الماهرة بمصنع سيماف وأؤكد أن شركة هينداي رتم الكورية لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتوفر في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع ووفقاً لمعايير الجودة العالمية الحاضرون أشاروا إلى أن هناك خطة مستقبلية يتم بموجبها إحلال وتجديد بعض خطوط متر الأنفاق القديمة لتعمل جميعها بنفس الكفاءة حقيقة أن ده التوجه فخامة الرئيس موجه به بتوطين صناعة النقل في مصر واللي احنا كلنا كمصريين بنتمنى أن ده يحصل مش بس عشان يفتح مجالات عمل لزميلنا وإخواتنا والشباب الموجودين في البلد لا كمان علشان نقدر نوفر دخل اقتصادي للدولة وما نصرفش العملة الأجنبية في استراض هذه المعدات يأتي هذا الإنجاز في إطار تحقيق مطالب الهيئة القومية للأنفاق أحد أهم أذرع وزارة النقل لتوطين ونقل التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي لمجالات صناعة النقل في مصر ودعم منظومة السكك الحديدية ومتر الأنفاق ووسائل النقل الذكية محمد الخطيب التلفزيون المصري